من العزاب عم بشوف تبني امال بالفترة الماضية كنت سعيد في فترة من الفترات وحاب انك ترجع هاي السعادة لحياتك عم بتحاول بكل عم بشوف طاقة بعد عندك بالفترة الماضية كنت تفكر بالبعد اما عن اشخاص او عن الجو المحيط واك انك مليت من الوحدة فاناوي تغير في هذا الموضوع عم بشوفك بتدخل حفلات واجتماعات يعني تحاول تندمج ممكن النية تكون عشان تلاقي ارتباط او تلاقي شخص او تكوين حتى صداقات جديدة بيين عندي فيه شخص ممكن يكون جديد عم يكون عنده فيه كتير طيبة ممكن يكون ناري او مائي او لا ناري او هوائي اه هذا الشخص ما عم يكون كتير غني لكن عنده ثقافة بشكل مش طبيعي اه عنده حكمة في المواضيع اه بكافح طموح اه هذا الشخص عم يبني حياته من الصفر ويمكن انت بتساعده او رح تساعده في اه الموضوع شخص عم بتطلع عليك اه من فترة اه انت عاجبه لكن عم بيكون اه نفسه او عم بيحاول يخلق اه اول شي صداقة بيناتكم لكنه شخص طيب للغاية اه ممكن يكون شخص شوي كبير بالسن اه يمكن الحكمة جاي من هذا الموضوع لانه كبير شوي بالسن اه مر بكتير اه تجارب وطالع من تجربة من فترة اه فعم بيحاول يلاقي فيك اه مش البديل اه خلص انه اه مل كتير من العلاقات ومل من الخضلان فناوي على ارتباط هذا الشخص يعني مش بس على حب لانه اه من النوع من الاشخاص اللي كلما يدخل علاقة بيكون ناوي على اه جدية هو شخص جد كتير سيريس في الحياة فعم بيكون شخص كتير اه حلو لبرج اه الميزان يعني اذا طلع لك هذا الشخص خاصة من برج هوائي اه بتمنى انه اه يعني اتوافق او تمشي في هاي العلاقة لانها تكون رح تكون الخير اه لك اه فيها فيها مستقبل اه اه فيها توديع يعني هذا الشخص رح يفرحك كتير وكأنه اه عم بيكون هو فارس احلامك لكن رح ازعل كتير منكم لو ما قبلتوا في هذا الشخص او فكرتوا بس بالمادة اه فاذا بشرة حلوة يعني ورق حلو للعزاب للعزاب اللي ما عندهم ابدا حدا في حياتهم او حدا عم يستنوا خلينا نشوف المتزوجين والمرتبطين اللي مش منفصلين من برج الميزان ان شاء الله يكون حلو يكون الطاقة فيه حلوة عم بك تشوف امرأة كبيرة بالعمر وكأنك اه عم بتكون معاها مش على وفاق لكن ما في هديك المشاكل الكبيرة يعني عم بيكون في مصالحة عم بيكون في مصالحة مع هذا اه الشخص اذا للمتزوجين فيه بشرة حمل ممكن تكون او فيه حمل من الاصل وعم يمشي على خير هذا الموضوع اه فيه نوع اه من العدل والميزان رح يكون فيها في الفترة تموز لبرج اه الميزان هذا الكرت الثاني اللي بيطلع معي اللي هو يعني كرت العدل اللي هو تاخد اه حقك من بعد من سلب منك هذا اه الحق للمتزوجين عم بتقول خلص اه طفح الكيل عم ترسم العلاقة اه اللي انت اه بدك اياها في الزواج واكنه اه مجرى العلاقة ما كان كتير يعجبك لكن حم بشوف فيه فرح وفيه سعادة فيه اكتر اه من كرت للمتزوجين اذا وراء حلو كتير للمتزوجين نشوف المرتبطين اللي هم مش متزوجين ومش منفصلين لبرج الميزان اذا لشهر تموز يوليو بالنسبة للمرتبطين ان شاء الله يكون فيه علاقة جدية في الطريق شوف بالنسبة للمشاعر فيه حب حقيقي من الطرف الآخر فيه اندفاع نحوك فيه اشياء بتجذبه فيك ما شافها بناس من قبل او فيه علاقاته اه القديمة بشوفك عم بتكب شغلة ورا ظهرك وتتبنى الجديد وتكون مع الشخص الحالي كتير رزين وكتير بتوزن الامور وكأنك اتعلمت من اخطائك القديمة وعم بتطبقها فيه علاقتك الجديدة عم بشوفك كتير سعيد وخاصة المرأة من هذا البرج من الميزان عم بيكون فيه نوع من السعادة فيه ربيع حواليها يعني فيه فيه بشائر فيه فيه اشياء اه حلوة ممكن يكون فيه سفر اما للشريك او انتو مع بعض فيه انتقال مكان اه عم بشوف الشريك عم بيخطط بس اتمنى نشوف لشو عم بيخطط ان شاء الله تكون حلوة يعني يكون فيه ارتباط اه ممكن يكون فيه فرصة ارتباط كبيرة ولكن عم بتكون متسرع وأكنك بدك تتزوج وخلص اه يعني نتيجة عن الملل مش نتيجة عن اه الحب لكن فيه سعادة فيه فرح اه في نهاية هاي العلاقة اه رح يكون من بعد اه تعب ومن بعد ممكن يكون فيه علاقة ثلاثية انت عم تخلص من هاي اه اتقاط وتمشي لقدام مع الشريك فيه خطوات ثابتة لبرج اه الميزان اه خلينا نشوف مثلا اللي هم اه المنفصلين بتعبانين شوي من الانفصال نشوف في رجعة هذا الشهر اه وقديش نسبة اه الرجعة وكيف عم بيفكر فينا اه الحبيب الشخص اللي تاركينه والله مشغول شوي طرف الآخر اه حاسس بحيبة امل ممكن القراءة تكون عكسية اه مغدر من كتير من اشخاص على مستوى العمل ممكن يكون والعاطفة يعني لانه مبين كتير فيه جروحات عم بيعاني منها او عم بيحاول استشفاء منها الشريك عم بيكون فيه حوالي مشاكل ومنغصات يمكن الشريك يكون مدمن ممكن يكون مدمن وعم بيخطط انه يطلع من هذا الادمان وكأنه الادمان كان من الاسباب اللي بعد اتبناتكم ممكن انت عم تاخد قرار يمكن بالموافقة على الرجوع او لا في البداية ممكن تكون مقرر الابتعاد لكن اه ناوي على الرجوع للطرف الآخر ناوي على الرجوع وشايفة فيه سعادة عندك وكأنك رح تكون اه يعني رح تكون كتير اه سعيد على فكرة هذا الارتباط ممكن يؤدي الى زواج لكن في الفترة الحالية ممكن يكون فيه رجوع اه 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 ارتباط رح يكون شوي مأجل لبرج الميزان خلينا نشوف اذا فيه علاقة ثلاثية شوف هو كان عم يحكي مع اكتر من حدا اه فيه سبيل انه يتسلى او عشان ينساك مسلا اه لكن عم بيفكر فيك بين الفترة والتانية لكن عم بيفكر فيك بجدية اه لانه انت كأنك مفهمه انه يا يا علاقة جدي وارتباط يا بلا وكأنك كنت اه اه عم تتعامل معه بهاي الطريقة اخر فترة اه فهو عم بيحسب كتير حسابات قبل اه قبل ما يرجع اه وكأنه انت كاشفه يعني كاشف اه كل اللعيبه اللي لعبها قبل هيك وعم بيكون خايف منك لانك انت شفت حقيقته لكن عم بشوف فيه فيه رجوع فيه رجوع وفيه تغيير بهيئة الحبيب يمكن اه انتهى من الادمان او عم بيحاول انه فهذا هو اللي مبين بالورقة كمان مرة هاي الورقة التانية عم بيحلم في الاستقرار هو كان مبسوط في اللي هو انتقال من علاقة لعلاقة لكن عم بيكون اه بالفترة الجاي عم بيفكر بالاستقرار وعم ياخد قرار كتير قوي في هذا الموضوع اذا راجع لك على نية زواج ممكن يكون اه زي ما قلنا اه اللي هي اول شي رجوع بشهر تموز لكن الارتباط ممكن تكون فيه اشهر قادمة لكن فين هي اه للارتباط من الطرف الاخر خلينا نشوف اذا فيه نصيحة من الهام نصيحة من الكون او الهام ممكن يلهمنا في الصعيد على صعيد او اكتر من صعيد نشوف شو الورق ممكن اه يطلع لنا لبرج الميزان برج الميزان بيقولك انت بيقولك اطلع من الحال اللي انت فيها حاول الاستشفاء حاول الاستشفاء من الطاقات السلبية اللي انت فيها من الجوحات الماضية عشان تحصل على السعادة هذا الشرط الشرط انك تطلع من هاي الطاقة السلبية اللي هي الطاقة ممكن تكون انتقام طاقة وبيحكي لك انك تكون متوازن بقراراتك بالفترة الجاي ممكن تكون متهور بشهر سبعة فبيقولك لا كون اكيد من القرارات او من الاحسن ما تاخد قرارات في هاي الفترة اذا بيحكي لك اطلع من الطاقة اللي انت فيها لانه ما عم بيسببلك الا انه يدخل اشخاص سلبيين ممكن تجذب اشخاص سلبيين اذا كنت كمان عم بيبشرك في فرحة في موضوع كونت عم تستنى فيه كتير فبيقولك يعني ما تشغل بالك في صغائر الامور يعني تطلع لبعيد شوي تطلع لبعيد يا برج الميزان وما تضلك تفكر في التفاصيل التفاصيل الامور بالاجمال كتير حلوة والنصيحة كانت حلوة بالورا فيعني شهر حلو لبرج الميزان بنسبة تسعين بالمية ممكن يوصل يعني من احلى التوقعات اللي مرت فبتمنى لكم شهر كتير حلو حبايبي ترجمة نانسي قنقر زحة لحلو حلو حلو IDE ومع بلق